فالوكالة حققت 28.7 مليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية موزعة على القطاعات الاجتماعية اللي يعود أثرها المباشر الملموس على حياة السكان في الصحة والتعليم والإسكان والمرأة والشباب والطفولة فستتوزع هذه المشروعات حتى نساهم كمؤسسة عربية إسلامية أنشئت بمباركة من قادة الدول العربية الإسلامية وبمبادرة من المقفول له الحسن الثاني لتكون جزءا من الحل لما يتعرض له إخواننا المسلمون والمسيحيون في مدينة القدس الشريب